هو المنصوح تو أنه ساعة ومنعدي وهيش وبعد نعمل حتى خمسة دقايق نتحركه في معمل في شركة في إذاعة في بنك في أي مكان عمل اللي الغالب الضرورة تقتضي هالخمول هذية وهالوضعية متاع الجلوس يجبنا نقصها بخمسة دقايق في المدرسة وهذا يمنصوح به راه من يجمش صغير يقع تساعتين وربعاظهم قاعد على كرسي وبعد نقوله ثمه تصرف معه شلائق ولا غيره راه الصغير يلزم يفو كوبيلتون سيدون تاريتي على الأقل بخمسة دقايق الصغير يتحرك شوي نعني ما نجمش نقعده نخليه الصغير ساعتين قاعد في المدرسة كيف كيف في مواط في العمل في أي في المنزل في في أي يلزمنا يفو يلزمنا نقصوا هاك الوقت متاع الجلوس بشوية نشاط نتحركه نمشي من بيرو لبيرو إذن رجال التربية وليحطوا في برامج البرامج البيداغوجية مدعوين أنهم يفكروا في هذه المسألة حتى ينشأ الطفل من اللي هو صغير من الروضة من المدرسة الابتدائية على حبته للرياضة وهو مهم جدا هي هو نشر الثقافة هذي يكون ذو من الكهول متاع غدوة ومالورزمون الدراسة أثبتت أنه مثلا عن من 6 إلى 12 سنة اللي موجودين تقريبا في المدرسة اليوم كامل نسبة النشاط البدني ما تفوتش 12% عن 88% من أطفال متاعنا من 6 إلى 12 سنة تقريبا في محطة النشاط السفر ليس للمشاهدة ليس للمشاهدة ليس للمشاهدة ليس للمشاهدة شكرا